صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعيين الفريق الروكن محمد علي المقدشي وزيرا للدفاع وقضت المادة الثانية بتعيين اللواء الروكن بحري عبدالله سالم علي النخعي رئيسا لهيئة الأركان العامة ويرقى إلى رتبة فريق فيما قضت المادة الثالثة والأخيرة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 72 لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ أحمد سالم ربيع علي محافظا لمحافظة عدن كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم 73 لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ محمد نصر عبدالرحمن الشاذلي وكيل أول لمحافظة عدن وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشر في الجريدة الرسمية صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 2018 قضت المادة الأولى منه بتعيين لواء الركن طاهر علي عيظة العقيلي مستشارا للقائد الأعلى للقوات المسلحة فيما قضت المادة الثانية والأخير العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية